إليك عزيز المجتمع صورا أخرى من صور علامات الترقيم وفي مقدمتها علامة الاعتراض والمقصود بعلامة الاعتراض الشرطتان وكذا القوسان وتوضع بينهما الجملة المعترضة أو الجملة التفسيرية كما توضع بينهما الألفاظ الأجنبية والأمثلة على ذلك كثيرة منها ضيع ثم توضع علامة هداه الله عمره وثروته أيضا القاهرة بين قوسين الجملة المعترضة حرصها الله أكبر مدينة في إفريقيا عمان بضم العين بين قوسين أيضا جملة اعتراضية قطر عربي وهكذا وكذلك من علامات الترقيم علامة التنصيص وصورتها هكذا كما تشاهدها عزيزي الطالب والطالبة والباحث على حد سواء ويوضع بين قوسيها المزدوجين كلام مقتبس بنصه ومن الأمثلة على ذلك تحب الفتاة أباها وتعجب به وقديما قالوا ثم تأتي علامة التنصيص كل فتاة بأبيها معجبة أيضا من علامات الترقيم علامة الحذف وصورتها هكذا أن تكون عبارة عن نقيطات صغيرة توضع مكان الكلام المحذوف من النص أيضا القوسان المركنان هكذا وصورتهما وتوضع بينهما زيادة قد يدخلها الكاتب على النص المقتبس أو يثبت بينهما عبارة من عنده يراها ساقطة من النص الذي يحققه أو يكتمل بوجودها هذا النص وهذا النوع من علامات الترقيم يوضع غالبا في أبحاث التحقيق العلمي وأخيرا من علامات الترقيم علامة المماثلة وهي شرطتان تعلو إحدهم الأخرى توضع تحت الألفاظ المكررة بدل إعادة كتابتها تيسيرا وتضييقا لكتابات ربما لا نحتاج إليها وهكذا تكون استخدامات علامات الترقيم عند صياغة المادة العلمية لكل بحث علمي وفي الكتابات جميعها هذه العلامات تؤكد على عمق الكاتب وبراعته في التناول والتعبير وبذلك نكون قد وقفنا على علامات الترقيم وقبلها كذلك قد وقفنا على موضوع البحث وخطة البحث الذي نحن بصدد دراسته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر